موسيقى طلاب الصف الثالث الثانوي العلمي أهلا بكم في درسنا لهذا اليوم سنقوم اليوم بحل مجموعة من المسائل المتعلقة بالوحدة الأولى من كتاب الجزء الثاني فلنبدأ معا سنثبت الآن وقوع نقاط في مستوى واحد من خلال المسألة الآتية في معلم OIJK للفراغ نتأمل النقاط الآتية A201 B1-2 1 C5-5-0 D-3-5-6 E3-1-2 وحسب مركبات كل من A B A C A D نبدأ بالشعاع A B مركبات الشعاع A B فاصلة B ناقص فاصلة A ترتيب B ناقص ترتيب A راقم B ناقص راقم A نبدأ بالفواصل 1-2 فرق الترتيب ناقص 2-0 أما الرواقم فهي 1-1 أي مركبات الشعاع A B هي ناقص 1-2 وصفر بطريقة مشابهة نجد أن مركبات A C هي 3-5-1 وأن مركبات A D هي ناقص 5 ناقص 5 و5 الطلب الثاني أثبت أن A B و A C غير مرتبطين خطياً نبدأ الحل وجدنا أن A B ناقص 1 ناقص 2 صفر و A C 3-5 ناقص 1 بملاحظة أن ناقص 1 على 3 لا يساوي ناقص 2 على 5 فالشعاعان غير مرتبطين خطياً الطلب الثالث هل تنتمي النقطة D إلى المستوي A B C لنبدأ الحل نبحث هل يوجد عددان حقيقيان ألفا وبتا يحققان الشعاع A D يساوي ألفا ضرب A B زائد بتا ضرب A C مركبات A D هي ناقص 3 ناقص 2 ناقص 5 ناقص 0 و 6 ناقص 1 يساوي ألفا ضرب مركبات A B التي وجدناها منذ قليل وهي ناقص 1 ناقص 2 صفر زائد بتا ضرب مركبات الشعاع A C 3 5 ناقص 1 أصبح الشعاع A D ناقص 5 ناقص 5 خمسة نضرب ألفا بالشعاع A B فنجد ناقص ألفا ناقص 2 ألفا و 0 نضرب بتا بالشعاع 3 5 ناقص 1 فنجد المركبات الجديدة 3 بتا 5 بتا و ناقص بتا بالجمع نجد ناقص ألفا زائد 3 بتا ناقص 2 ألفا زائد 5 بتا و ناقص بتا أصبحت لدينا مساواة بين الشعاعين وبالتالي ناقص 5 يساوي ناقص ألفا زائد 3 بتا المساواة الثانية أو المعادلة الثانية هي ناقص 2 ألفا زائد 5 بتا يساوي ناقص 5 المعادلة الثالثة ناقص بتا يساوي 5 لنحل المعادلات حل مشترك من المعادلة الثالثة نجد أن بتا يساوي ناقص 5 نعود في المعادلة الأولى لنحسب ألفا فنجد ناقص ألفا زائد 3 بناقص 5 يساوي ناقص 5 وبالتالي ألفا يساوي ناقص 10 لنرى هل ألفا يساوي ناقص 10 وبتا يساوي ناقص 5 تحققان المعادلة الثانية نعود ألفا يساوي ناقص 10 وبتا يساوي ناقص 5 لنجد الطرف الأول ناقص 2 ضرب ناقص 10 زائد 5 ضرب ناقص 5 يساوي 20 ناقص 25 ويساوي ناقص 5 ونلاحظ أنه يساوي الطرف الثاني للمعادلة أي أنها محققة وبالتالي أصبحت لدينا العلاقة AD يساوي ناقص 10 ضرب الشعاع AB ناقص 5 ضرب الشعاع AC فالأشعة الثلاثة مرتبطة خطيا وبالتالي النقطة D تنتمي للمستوي ABC الطلب الرابع هل تنتمي النقطة E إلى المستوي ABC سنبدأ بطريقة مشابهة نبحث هل يوجد عددان حقيقيان A وB حقيقان AE يساوي A ضرب AB زائد B ضرب AC تكون مركبات AE هي واحد 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 وبضرب A بشعاع AB نجد ناقص A ناقص 2A وصفر نضرب B بشعاع AC فنجد 3B 5B وناقص B نجمع الشعاعين في الطرف الأيمان فنجد ناقص A زائد 3B ناقص 2A زائد 5B وناقص B نحصل هنا على ثلاث معادلات الأولى ناقص A زائد 3B يساوي واحد المعادلة الثانية هي ناقص 2A زائد 5B يساوي واحد المعادلة الثالثة ناقص B يساوي واحد نحل هذه المعادلات حل مشترك من المعادلة الثالثة نجد B يساوي ناقص واحد نعود في المعادلة الأولى فنجد ناقص A زائد 3 ضرب ناقص واحد يساوي واحد ومنه A يساوي ناقص أربعة نعود A يساوي ناقص أربعة وB يساوي ناقص واحد في المعادلة الثانية لنرى هل هي محققة أم لا نبدأ بالطرف الأيسر ناقص 2 ضرب ناقص أربعة زائد 5 ضرب ناقص واحد يساوي 3 لاحظوا 3 لا يساوي واحد وهو الطرف الأيمن للمعادلة الثانية إذن الطرفان غير متساويين وبالتالي الأشعاء A E و A B و A C ليست مرتبطة خطيا وبالتالي النقطة A لا تنتمي للمستوي A B C سنثبت الآن تقاطع مستقيمين من خلال المسألة الآتية في معلم O I J K لدينا النقطتان A 3 ناقص واحد واحد B 3 ناقص 3 ناقص واحد والشعاعان V 2 1 ناقص 3 و U 1 0 ناقص 2 T هو المستقيم المار بالنقطة A والموجه بالشعاع U دي فتحة هو المستقيم المار بالنقطة B وموجه بالشعاع V الطلب الأول أثبت أن U و V غير مرتبطين خطيا نبدأ بالحل الشعاعان U 1 0 ناقص 2 V 2 1 ناقص 3 نلاحظ أن 1 على 2 لا يساوي ناقص 2 على ناقص 3 فالشعاعان غير مرتبطين خطيا أثبت أن D و D فتحة متقاطعان لإثبات تقاطع مستقيمين لابد من برهان أن الشعاعين موجهين لهما غير مرتبطين خطيا أولا وثانيا أنهما يقعان في مستوي واحد وجدنا أن U و V غير مرتبطين خطيا يبقى إثبات وقوع المستقيمين D و D فتحة في مستوي واحد ولهذا الهدف نبحث عن عددين حقيقيين ألفا و بيتا يحققان الشعاع A B يساوي ألفا U زائد بيتا V الشعاع A B مركباته 3 ناقص 3 ناقص 3 زائد 1 و ناقص 1 ناقص 1 يساوي ألفا ضرب الشعاع U الذي هو واحد صفر ناقص 2 زائد بيتا ضرب الشعاع 2 و واحد ناقص 3 مركبات A B هي إذن صفر ناقص 2 ناقص 2 و مركبات ألفا U هي ألفا صفر ناقص 2 ألفا و مركبات الشعاع B هي 2 بيتا بيتا و ناقص 3 بيتا بالجمع نجد ألفا زائد 2 بيتا بيتا ناقص 2 ألفا ناقص 3 بيتا من هذه المساواة نحصل على المعادلات الثلاثة الآتية ألفا زائد 2 بيتا يساوي صفر بيتا يساوي ناقص 2 ناقص 2 ألفا ناقص 3 بيتا يساوي ناقص 2 لنحل هذه المعادلات حل مشترك نعود 2 في المعادلة الأولى ألفا زائد 2 ضرب ناقص 2 يساوي صفر و منه ألفا يساوي أربعة لنرى هل المعادلة الثالثة محققة عندما بيتا ناقص 2 و ألفا أربعة نعود ألفا أربعة و بيتا ناقص 2 في 3 الطرف الأول ناقص 2 ضرب 4 ناقص 3 ضرب ناقص 2 يساوي ناقص 2 وهو يساوي الطرف الأيمن من المعادلة الثالثة أي أنها محققة وبالتالي أصبحت العلاقة AB يساوي ألفا يو زائد بيتا في هي AB يساوي أربعة يو ناقص 2 في وهذا يعني أن الأشعة مرتبطة خطيا أصبح لدينا يو و في غير مرتبطين خطيا وAB يساوي أربعة يو ناقص 2 في أي الأشعة AB ويو وفي مرتبطة خطيا فالمستقيمان D و D فتحة غير متوازيين ويقعان في مستوى واحد أيهما متقاطعان الطلب الثالث جد إحداثيات I نقطة تقاطع المستقيمين D و D فتحة سنحاول الاستفادة من انتماء I إلى المستقيم D حيث AI هذا الشعاع يرتبط خطيا معي حتما أي أن U و AI مرتبطان خطيا فيوجد ألفا من R يحقق AI يساوي ألفا ضرب U أيضا I ينتمي إلى المستقيم D فتحة فالشعاعان BI وV أيضا مرتبطان خطيا فيوجد بيتا من R يحقق BI يساوي بيتا V ولكن AB هو AI زائد IB ووجدنا منذ قليل أن AB هو أربعيو ناقص اثنين V AI هو ألفا ضرب U IB هو ناقص بيتا V وذلك من العلاقتين التي وجدناهما ومنه ألفا يساوي أربعة وبيتا يساوي اثنين وذلك بالمطابقة بين الطرفين يمكن أن نعود ألفا يساوي أربعة في العلاقة AI يساوي ألفا U وذلك للوصول إلى إحداثيات AI المطلوبة أو نعود قيمة بيتا في المعادلة الثانية AI يساوي أربعيو مركبات AI هي XI-3 YI-1 ZI-1 يساوي أربعة ضرب الشعاعيو الذي هو واحد صفر ناقص اثنين أي XI-3 YI-1 ZI-1 يساوي أربعة صفر وناقص ثمانية من هذه المساواة نحصل على المعادلات XI-3 يساوي أربعة YI-1 يساوي صفر وZI-1 يساوي ناقص ثمانية من المعادلة الأولى نجد XI يساوي سبعة ومن الثانية نجد YI يساوي ناقص واحد ومن الثالثة نجد ZI يساوي ناقص سبعة فإحداثيات AI هي سبعة ناقص واحد ناقص سبعة ننتقل الآن إلى إثبات توازي مستقيم مع مستوي وذلك بالاستفادة من الارتباط الخطي لثلاثة أشعة مسألة لنتأمل المكعب ABCDEFGH النقطة I من الحرف CD تحقق أن DI يساوي ربع DC والنقطة J من الحرف BC تحقق BJ يساوي 3 على 4 BC الطلب الأول جد إحداثيات رؤوس المكعب وإحداثيات كل من النقطتين I وجه في المعلام A, A, B, A, D, A, E طبعاً هنا مبدأ الإحداثيات هو A أحداثيات A هي 0, 0, 0, 0 B الواقع على محور الفواصل 1, 0, 0 D الواقع على محور التراتيب أحداثياتها 0, 1, 0 E الواقع على محور الرواقم فاصلتها 0 ترتيبها 0 وأما راقمها 1 النقطة C الواقع في المستوي X, A, Y إحداثياتها 1, 1, 0 النقطة F مسقطها القائم على المستوي X, O, Y هي B لذلك فاصلتها وترتيبها 1, 0 أما الراقم فهو 1 H مسقطها القائم على المستوي X, A, Y هو النقطة D لذلك إحداثياتها 0, 1, 1 وجيب المثل مسقطها القائم على المستوي X, A, Y هو النقطة C فأحداثياتها 1, 1, 1 لنوجد أحداثيات I نستفيد من العلاقة DI4DC لذلك نجد أن I4, 1, 0 ولإيجاد J نستفيد من أن BJ يساوي 3, 4, BC أي J1, 3, 4, 0 الطلب الثاني أثبت وجود عددين حقيقيين ألفا وبتا يحققان HI يساوي ألفا ضرب EG زائد بتا EG واستنتج أن HI يوازي المستوي EGJ وجدنا أن H0, 1, 1 وI ربع 1 وصفر لذلك مركبات HI هي ربع ناقص صفر واحد ناقص واحد صفر ناقص واحد أي تساوي ربع صفر ناقص واحد أيضا وجدنا أن E0, 0, 1 وأن G1, 1, 1 لذلك مركبات شعاع EG بنفس الطريقة هي 1, 1, 0 أيضا وجدنا أن E0, 0, 1 وجي 1, 3, 4, 0 لذلك مركبات الشعاع EG هي 1, 3, 4 وناقص واحد أصبحت العلاقة HI يساوي ألفا EG زائد بتا EG هي ربع صفر ناقص واحد ألفا ضرب واحد واحد صفر زائد بتا ضرب واحد ثلاثة ربع ناقص واحد وهذا يساوي ألفا ألفا صفر زائد بتا ثلاثة ربع بتا وناقص بتا بالجمع نجد ألفا زائد بتا ألفا زائد ثلاثة أربعة بتا وناقص بتا من هذه المساواة نحصل على المعادلات ألفا زائد بتا يساوي ربع ألفا زائد ثلاثة أربعة بتا يساوي صفر ناقص بتا يساوي ناقص واحد لنبدأ بالحل لهذه المعادلات حل مشترك من المعادلة الأولى نجد أن بتا يساوي واحد من الثانية بالتعويض فيها نجد أن ألفا زائد ثلاثة أربعة ضرب واحد يساوي صفر أي ألفا زائد ثلاثة أربعة يساوي صفر وهذا يعني ألفا يساوي ناقص ثلاثة أربعة لنرى هل الثالثة محققة عندما ألفا ناقص ثلاثة أربعة وبتا واحد الطرف الأول هو ألفا زائد بتا أي ناقص ثلاثة أربعة زائد واحد ويساوي ربع وهذا يساوي الطرف الأيمن من هذه المعادلة فأصبحت العلاقة أش آي ألفا إي جي زائد بتا إي جي هي ناقص ثلاثة أربعة إي جي زائد إي جي وهذا يعني أن الأشعة أش آي وإي جي وإي جي مرتبطة خطيان أي أن المستقيم أش آي يوازي المستوي إي جي جي نشكر متابعتكم طلابنا الأعزاء نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر